من المنامة معنا لمناقشة كل هذه الملفات تيم هوكنز المتحدث الرسمي لقيادة الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية سيد تيم مساء الخير أهلا بك معنا في الأخبار الليلة هذا المساء مع حضرتك نبدأ من مستوى التهديدات الحالية الموجودة بالمنطقة التي أنتم تغطونها هل ما زلنا نتحدث عن نفس الوتيرة وعن نفس الخطورة التي كنا ننقلها في الأشهر الماضية؟ هذا صحيح تماما نحن نتحدث عن أنشطة مزعزة لاستقرار سواء كان ذلك في سوريا أو من جانب إيران أو في مديقي هورمز هذه أنشطة غير قانونية وغير مبررة ومناهدة لاستقرار وأمن الإقليم تلاحظين أنه ردا على ذلك فإن الولايات المتحدة تجلب قدرات جديدة بالإضافة إلى طائرات F-16 تجلب طائرات F-35 وصف بعضها وصل والبعض الآخر في طريقه وذلك من أجل زيادة خياراتنا للقيام بما علينا القيام به من أجل مواصلة الدفاع من أمن واستقرار إقليم يكتسب أهمية قصوى بالنسبة للعالم وللاقتصاد العالمي أيضا طيب تتحدث عن طائرات F-35 وF-16 السؤال هنا يدور وحتى كان فيه انتقادات تتحدث عن أنه ما الجدوى من هكذا طائرات بهذه الفترة هل هي طائرات ردع أو فعليا هناك استعداد لعمليات أكبر من التي رأيناها بموضوع احتمال اختطاف السفن أو تهديد الملاحة الهدف هو ما قلناه وهو جلب القدرات متطورة جديدة وإضافية حتى تتاح لنا خيارات أخرى خلال عمل مع شركائنا لضمان الأمن والاستقرار في ربوع الشرق الأوسط دعينا نتحدث عن هذه المرحلة التي وصلنا إليه وهذا مهم جدا حتى يفهم الجميع الوضع فيما تعلق ببيئة الأمن البحري شهدنا منذ عام 2021 إيران تهاجم أو تصادر ما يقرب من 20 سفينة تجارية هذا نشاط غير مبرر وغير مسؤول وخطير وهذا يتطلب بطبيعة الحال ردا تماما كما هو الحال من جانب الولايات المتحدة والشركائنا نحن ملتزمون حيال استقرار الوضع حول مضيق هرمز وفي المنطقة ككل تتحدث حضرتك عن هجمات لإيران منذ 2021 نحن في منتصف 2023 لماذا أخذت القرارات بالتعزيزات الأمريكية كل هذا الوقت؟ نحن تصرفنا قبل ما اتخذناه من خطوات حاليا قمنا بالرد منذ عام 2021 وقمنا بذلك ليس بمفردنا وإنما بمشاركة شركائنا المحليين زدنا عدد التمرين وتدريب مع شركائنا ووسعنا وعززنا أيضا تحالفاتنا وشركاتنا البحرية ضمن القوى البحرية المتعددة الأطراف التي زادت من حيث الحجم زدنا أيضا حجم البنية البحرية التي تركز على التصدي للتهديدات الإيرانية في مضيق هرمز وباب المندب كما أننا جلبنا تقنيات جديدة لأسيما فيما يتعلق بالأنظمة المسيرة من أجل زيادة قدراتنا لمعرفة ما يحدث في المنطقة نعمل بجد وهذا دليل على اتزامنا وهذا الجهد الأخير عزز تواجدنا ودفاعنا في مضيق هرمز وقربه نجلب المزيد من القدرات من أجل ذلك لأنها شهدنا في بداية هذا الشهر إيران تصعد الوضع من خلال إطلاق النار على سفينة الجارية وهذا ما يتطلب رد قوي من الولايات المتحدة وحلفائنا وهذا ما يحدث هل هذا يعني أن مع هذه التعززات الجديدة إذا ما قامت أي سفينة تابعة لإيران بإيقاف أو استهداف سفينة تجارية سيتم قصفها مباشرة؟ ما يعني ذلك هو أن الولايات المتحدة وشركائنا ملتزمون لضمان ملاحة بحرية وقد شاهدت في وقت سابق هذا الشهر سعي البحرية الإيرانية لسيطرة على ناقلة وأوقفنا ذلك قمنا بالرد ومنعنا ذلك لأننا كنا متواجدين هناك فسنواصل هذا التواجد سنواصل المراقبة واستخدام مواردنا سفوننا وكذلك طائراتنا لنكون جاهزين للرد عند الضروري إننا ملتزمون كل الالتزام حيال الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط عامة طيب بالنسبة للحدود أو الخطوط الفاصلة اليوم يعني أنتم مستعدون للرد أو للاستجابة على أي تهديد أو لأي تهديد قد يحدث بالمنطقة ولكن هل من حرص على عدم تخطي القواعد الموجودة قواعد الاشتباك ما هي الخطوط التي لا يجب تخطيها كي لا يصبح الموضوع هو اشتباك مباشر بين الولايات المتحدة وإيران دعيني أشرح الفرقة بين ما قامت به الولايات المتحدة في الإقليم على مدى سنوات ومقامت به إيران الولايات المتحدة دائما وأبدا عملت ولتزال تعمل في طار حدودي وبشكل متسق تمشيا مع القانون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد ولذلك فنحن نقود تحالفين بحريين أساسيين بمشاركة شركائنا الإقليميين وحلفائنا في العالم هم يعملون معنا نحن الخيار الأفضل إننا نتقيد بالقواعد من لا يقوم بذلك هي إيران إنها البلد الوحيد في الإقليم الذي يهاجم ويضايق ويستولي على الناقلات النفطية العابرة للمياه الدولية بطريق قانونية هذا غير مبرر وخاطير ويتطلب مننا الرد ونحن نقوم بذلك بالتعاون مع شركائنا أحبطتم عدة عمليات حضرة المقدم ولكن هل قمتم بأي اعتقالات اليوم من يتم إيقافهم أو من يتم ردعهم هل هم موجودون بقبضة أحد أو لا نحن نركز على أي أنشطة مزعزعة للاستقرار تحدث في هذا الإقليم هذا أمر سيء بالنسبة للإقليم وقد شهدت أننا صادرنا أسلحة بوتيرة غير مسبوقة وكذلك قمنا بمستادرة المخدرات بمستويات غير مسبوقة وبالتالي أي أنشطة مزعزعة لاستقرار تحظى بمراقبتنا وحيث نتصدى لذلك ونقوم بهذا الأمر في إطار القواعد الموجودة التي تصون النظام الدولي وهذا ما سنواصل القيام به وهذا لا يتم بمفردنا أو إنما بمشاركة شركائنا الإقليمية شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا من المنامى المقدم تيم هوكنز المتحدث الرسمي لقيادة الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات